عالقون في أتون الوجع معركة قاسية يخوضونها مع الألم يضاف لها شعور بالإهمال وبالتنكر من قبل السلطات الشرعية تلك هي حكاية جرح الجيش والمقاومة في تعز لا أمر من الاستماع لأناتهم وهي تعاتب الموت الذي تركهم بمنتصف حياه إنه دعاء بالخلاص من جفوة البقاء وقلة ضمير المسؤولين عن وضعهم أخذوا للعلاج خارج اليمن وهناك تركوا وحيدين مهملين تحاصرهم الآلام وتكالف الدواء الباهظة من دلهي والقاهرة يعرضون كل يوم أوجاعهم على مواقع التواصل الاجتماعي ينادون ويستغيثون بحة حناجرهم المرهقة وما من مجيب وضع الجرح في الداخل مر أيضا منسيون بلا أمل وفي محاولة منهم لإيصال صوتهم خرج العشرات منهم في تظاهرة أمام مبنى السلطة المحلية احتجاجا على تجاهل معاناتهم من قبل الجهات المعنية نحن نحمل اليوم السلطة المحلية وقيادة المحور تعز بخروجنا إلى الشارع وهذا ليس أول خروج هذا أول خروج عدة خروج نحن اليوم القرحة بالخارج يبهذلوا ويطردون من السكان بدون إليك بدون مصاريف المتظاهرون أكدوا أنهم سيستمرون في التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم وإرسال مستحقات الجرحة في الخارج مؤكدين أن العديد من رفاقهم في السلاح وفي الجراح أجبروا على إخلاء مساكنهم قسرا بسبب عدم قدرتهم على تزديد إيجارات المنازل المحافظ في محاولة لتهديئة الوضع وجه بصرف مبلغ 300 مليون ريال لحساب الجرحة من أصل مبلغ مليار ريال محولة من قبل مجلس الوزراء لكن الكثير منهم أكد أن توجيه المحافظة قد يذهب إلى خانة الكثير من الأوامر والوعود التي لم تنفذ